خليني أرحب بضفتنا العزيزة في هذه الفقرة وداخل الستوديو دكتور ريم أبو جامع ضفتنا مش هقول بقى ضفتنا الفلسطينية لأننا دا احنا دايما بنقول يمكن من بداية عمل أنا حتى ومن بداية عمليات 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة نحن نتحدث إنه من القاهرة وهنا فلسطين فمنورانا يا دكتور ريم عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس؟ لا يتمامكم بالقضية الفلسطينية لا ما ينفعش تقولنا شجع دا هي قضية مركزية بالنسبة لنا نحن نرى إنها يعني قضية واحدة لشعب واحد وفي النهاية إحنا مستمرين مش هقول وراك وإحنا كتف بكتف زي ما يتقال أكيد طبعا دكتور ريم أنت أيضا متطوعة لمساعدة العابرين من معبر رفح صحيح وده يخليني هسألك على ما ترينه من مشاهد يومية رصدك للي بتشوفيه الواقع ما يعيش الموطن الفلسطيني في قطاع غزة يعني معاناة تفوق الخيال سواء كان من عمليات إبادية سواء كان من عملية تعطيل عملية الصفر أو التنقل أو سواء كان من عملية الحصول على المأكل والمشرب أو الأساسيات الحياة من كهرباء من ماء من علاج من إصابات مجملها كافة تصور أو تصل بنا إلى صورة مأساوية تفوق قواعد المعركة أو الحروب بمعنى دخلنا في إطار اللي هو الإبادات الجماعية عملية معاناة المواطن الفلسطيني في وضع الحالي ينقذ بأعجوبة لا يستطيع المواطن الفلسطيني الخروج من قطاع غزة وهو السجن هو طبع السجن يعني المواطن الفلسطيني يعيش فيه السجن بس السجن على إطار محدود أكبر شوية تنقله مستحيل وصوله للمعبر شبه مستحيل في وصوله للمعبر عملية انتحارية إما أمن تكتمل وإما ألا تكتمل علشان المواطن حاليا يسافر على المعبر لازم يكون فيه أسماء مدرجة الفئات المسموح لها للسفر أيضا محدودة هي من بداية فتح المعبر اللي هو تم التحديد فئات معينة بدأت أولا من قبل السفرات اللي هو للمواطنين الفلسطينيين بالأساس هم ولكن يحملون مزدوجي جنسية بجنسية أخرى ألمانية أمريكية سويسرية عربية بغض النظر مصرية هؤلاء الفئات المسموح لهم بالتنقل بالسفر وبالتحديد بشكل مدرج وليست مسموح لأي مواطن أنه يسافر لأنه فيه هناك عرقلات سواء كان العرقلة تأتي بصفة أنه متحكم من قبل محتل يتحكم بالفلسطيني وغير الفلسطيني هو الذي يحدد هو الذي يمنع هو الذي يعرقل هو الذي يوضع عراقيل يعني من نوع من أنواع الموت يعني هو المحتل الصهيوني يقوم بقصف القطاع بالطائرات والصواريخ وأيضا يريد أن يؤدي إلى زيادة نسبة الموت بمنع المواطن من السفر المريض ممنوع، الطالب ممنوع، المقيم خارج القطاع أيضا ممنوع من ذهب للزيارة الأهل في قطاع غزة أيضا ممنوع سواء كان جنسية عربية أو جنسية فلسطينية أو زائر هذه كلها الأمور تؤدي إلى الموت الحتمي للمواطن فالمواطن الذي لا يصاب بالصواريخ يصاب بالصدمة، يصاب بالامتناع، يصاب بالموت البطيئة هذه الزوار حياتك كمواطن صعب جدا جدا عملية التنقل متصور المصطلح المواطن الذي لا يصاب بالصواريخ يعني نحن نعلم أنه البني آدم عندما يصاب يصاب برصاصة شزية لكن في فلسطين المواطن يضرب بالصاروخ الصاروخ يسقط على مدن على قورة مآخره إبادة، إبادة، إبادة مسألة أنه هم مستعدين يضربوا كل فلسطيني بصاروخ ما فيش مشكلة لأنه أمريكا تدعم طالما أمريكا توفر صواريخ ما فيش مشكلة لأنه في عندها حلم الحلم أنه هو إبادة الشعب الفلسطيني بأكمله ولم يبقى فرد موجود في قطاع غزة أو الضفة أو ألا أي شبر من أراضي الفلسطيني التاريخية ما عندها مشكلة لأنه في دول داعمة فرنسا، ألمانيا، أمريكا، بريطانيا كمية الأسلحة التي مدت بها إسرائيل في غضون هذه الإبادة الجماعية وهي مصطلح صحيح كامل متكامل وليست عملية حرب لأن الحرب فيها متكافأ في قطاع غزة ما فيش فيها تكافأ مواطن فلسطيني لا يمتلك شيء مواطن يقتل هو وابنه وابنته وزوجته وأمه ووالده وأخوه وعمه وخالته هناك أكثر من مية وخمسة وستين عائلة في قطاع غزة وبيدت نهائيا عن بقرة أبيها لا يوجد بستجل المدني أصبح لهم إسم هناك عائلات أيضا لا تقلع عن متين عائلة أيضا تم استشهاد منها ستة أفراد عشر أفراد، خمسة أفراد لكن في مية وخمسة وستين عائلة محيت من الوجود نعم بشكل نهائي للأب والأم والأخ 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 وفي عائلات ممتدة لأن حياة عندنا بقطاع غزة أو بفلسطين بشكل عام العائلة الممتدة اللي هو اللي بيكون من الأبن مع أهله في نفس البيت بشكل أدوار برضو في عندنا عائلات مسحت مش على مستوى الأسرة على مستوى العائلة وهذه كارثة أكبر يعني ذا لم يحصل لو إحنا حصرنا كل الجرائم اللي حصلت من بعد الحرب العالمية الثانية في كافة في 193 دولة يعني بكل العالم حصرنا بشاعة ما قام به المحتل الصهيوني في قطاع خارجيا يعني المحتل الصهيوني ما قاموا في قطاع غزة والجرائم التي حدثت في كل العالم لو وجدنا كافة ما حدث في قطاع غزة يفوق ما حدث في الدول الخارجية لو رصدنا الصمت الدولي وليس العربي الصمت الدولي أصحاب المعاهدات وأصحاب الاتفاقيات وأصحاب المؤسسات والذين يتغنوا بالحقوق والواجبات والأمور الكاذبة لو وجدنا الصمت حاليا في قطاع غزة والمجازة الحسلة سابقا يفوق كافة أنواع الصمت يعني أصبح قطاع غزة متميز متميز في عملية الإبادة وليست متميز في منح الحقوق يعني المنع موجود القتل موجود الإبادة موجود التجويع موجود قطاع غزة أصبح حاليا يعاني من أكل ومشرب لا يوجد مياه لا يوجد مياه خوف كل الخوف أنه نبدأ نعاني من انتشار أوباء وأمراض نظرا لأعداد وجود قطاع صحي خلاص طبيعيا الآن حاليا السكان قطاع غزة موجودين في ملاجئ ومراكز إيواء ومراكز الإيواء تفوق التحمل فطبيعي سيظهر لدينا مرض حتى الناس المصابين المفروض أنه هم موجودين بالمستشفى لعشر أيام في عمليات أولى وتانية وتالتة برضو ما فيش تجرى لهم اكتفاء بمرحة أولى ويتم تغطيتهم بالخروج بسبيل أنهم يعودوا تاني فهي كل هالأمور وجدت أن عملية الإبادة هي عبنية ممنهجة فالمسألة ليست من 7 أكتوبر وإنما 7 أكتوبر أتيحت للمحتل الصهيوني أن يعجل من هذه الوطيرة يعني استغلال ممنهج ترجمة نانسي قنقر